سياسة أمريكية جديدة تعطي النساء فرصاً أكبر في شغل وظائف في الجيش الأمريكي يقرب المرأة من لعب دور فعال أقرب إلى ساحات القتال الخطوة تدأتي استجابة لتوصيات قدمتها قبل عام لجنة في الكونغرس معنية بالتنوع القيدي في الجيش الأمريكي أسلحة الجيش ستواصل تقييم المراكز والمتطلبات لتقرر ما هي المراكز الإضافية التي يمكن فتحها أمام مشاركة المرأة هناك أكثر من 14 ألف وظيفة إضافية بمتناول النساء الآن وبموجب الأحكام الجديدة ستستمر وزارة الدفاع في حظر تجنيد النساء في سلاح المشات والمدرعات ووحدات العمليات الخاصة التي تتطلب مهمتها الأساسية القتال على الخطوط الأمامية وزارة الدفاع الأمريكية أضافت وظائف عدة بإمكان المرأة أن تشغيلها مثل فنية دبابات والعمل ضمن منظومة السيطرة على الصواريخ مع استمرار منع النساء من شغل 238 ألف وظيفة أي خمس المراكز الإجمالية في القوات المسلحة منها المشات ومواقع القوات الخاصة نحن الآن بصدد توسيع إدخال المرأة إلى الجيش الآن كل الناس مؤهلون بغض النظر عن الجنس المهم أن تكون قادرة على المنافسة ساحات القتال في العراق وأفغانستان أظهرت لمسؤولي وزارة الدفاع أن بعض القيود التي فرضها الجيش على أساس الجنس عثى عليها الزمن وتم إرسال نحو 280 ألف مجندة أمريكية إلى ساحات الحرب خلال السنوات العشر الماضية وهو ما يمثل نحو 12% من العدد الإجمالي للقوات التي خدمت في العراق وأفغانستان وتسببت المعارك هناك في مقتل 144 مجندة